الـ SharePoint Online User Profiles من اسمها كده اسمها user profiles ناس كثيره جدّاً بتحسسي موضوع complicated وبوصولة عملية كمضانة وتنوي كبير من اسمه جيد برو FILE مثلها user profile من اسمه كده هو profile بتاع اليوزر يعني كل موضوع في هيربونت وبقى برو FILE طيب؟ يعني مي بقىanın profiling يعني اما الهير شouver في اي حاجة الحناء يا بررع عن اي نهاية parameters الخصائص بتاعتك اللي ليها معينة. زي مسلا لما باجي اعمل اكاونت في اي باعمل ايه براحق بيطلب مني فبحط اسمي. فبحط بتاعي. بحط and so on. فحبارها مجموعة من والبروبرتيز دي بتحطيلها مجموعة من هاي ببساطة لو جينا نبص كده في تعريف مايكروسوفت ليها بيقول user profile is the collection of user properties. properties بتاعت اليوزر. that describe a single user. اللي هي مجموعة البروبرتيز دي بالفاليز بتاعتها منحطها كلها مع بعض. تكون لي انتيتي اسمها sharepoint user او user in general. each property includes policies and settings associated with the user. طبعا كل بروبرتي ليها مجموعة من الsettings وليها مجموعة من ال policies اللي هي مناسبة او اللي هي بتتربت باليوزر داوت. الدفولت user profile properties بيقولي ان كل user profile ليه دفولت بروبرتيز. ايه دفولت بروبرتيز دي جاية منين? are sent to sharepoint online from office 365 directory services. يعني ببساطة جدا البروبرتيز دي لما بنيجي مبالدها على sharepoint مش بنبالدت from scratch. ليه? لان ببساطة جدا ال sharepoint بيانتجريت مع active directory. فبياخد ال data ديت او بياخد البروبرتيز اللي هو عايزها من active directory. but sharepoint online admin can enhance and extend sharepoint capabilities by adding user profile properties. الادمنستريتور بقى دوره انهو ياخد البروبرتيز من active directory ويبدأ ينهانس فيها ويزود عليها ويشيل منها ويعمل شوية عمليات عليها اللي احنا بنسميها manage user profile properties علشان يقدر يطلع لي باحسن شكل ليه? defining user policies and creating audiences. يقدر يكريت حاجة اسمها audiences وديه من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في الحاجات اللي جاية. ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها بقى في user profiles? حبيت الحاجات العمليات البسيطة زي ايه? create a property for user profile. طب user profile ده انا عايز اكريات فيه property. اقدر او لا اقدر وعمل اياه سهلة جدا. انا عندي property موجودة عايز اعمل فيها اديش انا عايز اعدل فيها او موديفكيشن. اي كان دو. تالت حاجة او او اقدر اعمل فيها ادت لو انا عايز. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هفتح portal dot office dot com. هختار ادمن. هختار شو وال. ومن ال ادمن سنترز هختار شيربوينت. هختار شو اول. هختار مور ومن هلاقي user profiles. هفتح لل user profiles. هلاقي هنا فيه جروب اسمه تحتيه كل اللينكات اللي تخص ال people او او يعني بتوع user profiles. وماي site settings تحتيه set up my site. تعال اكده نبدأ واحدة واحدة من manage user profiles. هختارها. هفتح لي user profiles. ما انا هلاقي تابل الكبير ده و جرد ديت كلها فيها property name اسم ال properties. و change order عشان لو اعايز اعيد الترتيب بتاع ال properties ديت. ال property type نوع هي unique identifier binary person single single value او string single value person html. ما عدي اتري فيوتز Eles disabilities معربوطة بانو اتري في ال direction multi value. بتأله agents or لا. واخيرا ال alius بتاع هو لو ليها. وهنا في حاجة اسمها دافولت useful profil subtypes . ده drop down. منه بقدر اببر التل技ز اللي ظاهرة. هنا. في اختيارين. وتاني حاجة طبعا انا ممكن اكريات وحط اي تحتيهم لو نحب. تعالوا مع بعض كده نعمل اول حاجة فيها فانا هقول له مسلا يوزر ده برضه اقول يوزر جرت العادة هو اللي بكتبه اكتر جرت العادة انا مش بحط فيه في هنا ايادة ده انا عايز اه اعمل دية في او في التعدد اللغات لو انا حابب اعمل كده. هنا فيه والنوع هنا هلاقي فيه كل الانواع فيه بيج انتجر بايناري بوليان ديت ديت نو يير ديتايم ايميل فلوت اتش تي اميل انتجر بيالاو مالتي او سترينج سنجل فاليو ده اللي احنا مختارينه هنا وتايمزون يونيك ايدنتفاير اند يو ار اي انا اخليه سنجل فاليو زي ما احنا هنا بيقولي لو انت حابب تكون فيجر ترم ست تو بي يوز فور ديس بروبرتي هنا بقى عايز اربوطها بموضوع تاني اسمه ترم ستور فاقدر اكريات وتبقى مربوطة بالترم ستور ولكن ده هنتكلم عنه في الموضوع بتاع الترم ستور او الميتا ديت في سبتايب او بروفايل ده اللي لسه متكلمين عليه دلوقتي باي ديفولت هنا مختار ديفولت يوزا بروفايل سبتايب وممكن نختار التاني كمان لو انا حابب انت هايز البروبرتي دي تبقى تحت انه ممكن احطها تحت سبتايب واحد او اكتر براحتي هو قدر طبعا احط سبتايب اكتر من دي لو انا حابب بعد كده اليوزر ديسكريبشن اليوزر ديسكريبشن هنا يعني حط ديسكريبشن يوصف دي لليوزر يبقى زي فتليبي يقولك تسpecify description for this property that will provide instructions or information to users this description appears on the edit details page يهجد دسكريبشن اليوزر في الedit details page فانا ممكن ان اونو ديسكريبشن contain the location of the user. وبرضو نفس الكلام اقدر اعمل multi-linguism بتاعه ان انا ممكن اخليه في تعدد اللجات. policy settings. في ال policy settings سينا بيقول لي specify the privacy policy you want to apply to this property. ال policy اللي انت عاست apply it for this property. select the replicate checkbox اللي هو ده. if you want the property to display in the user's info lists. انو لست بقى for all sites. يعني اعمل checkbox بتاع replication دوت. لو انا عايز ال property دي. الفيل بتاعه to be populated. في كل سايت اللي فيها ال user info. to replicate properties. the default privacy must set to everyone. default privacy اللي هو دوت drop down there. must be set to everyone. لشان كده هو كان disabled. دعوني بص كده تاني. only me بيخلي inactive. everyone بيخلي active. بشكل دوت. to replicate properties. the default privacy must be set to everyone. and the user can override the checkbox. must not be selected. a user can override checkbox. checkbox ده. must not be selected. ما ينفعش يبقى selected. يعني فعلا لو اخترت دوت هلاقي ال replicate بقى inactive. فانا هختار هنا everyone وهعمل replicate لو انا حيب يبقى اعمل ده. لو جينا بصينا هنا على. ال policy settings هتلاقي في حاجة اسمها policy settings drop down. ايه الفيلز اللي موجودة فيه? اول choice هو required. ده معناه ان ال default policy هي انها يعني لازم اليوزر يدخل فيها data. تاني حاجة optional ف optional دي. may be and may not ان اليوزر يدخل فيها data ممكن to be left empty عادي جدا. ممكن تبقى فيها data او تتساب فاضية مفيش اي مشكلة ده. تالت حاجة يعني موجودة ولكنها يعني ايه يعني cannot be modified disabled. فانا اخترها required. في ال default privacy settings بيقول لي. everyone معناها ايه everyone? everyone معناها ان كل الناس اللي في ال organizations سواء كانوا سواء كانوا سواء كانوا سواء كان ال owner بتاع ال property دي ذات نفسه. كل الناس يقدروا يشوفوا ال property دي عادي جدا من جير اي مشاكل. لو اخترت only me. only me هنا عايدة على مين? على ال administrator? اللي هو فاتح دلوقتي ال admin portal دوت ولا على اليوزر اللي هو بيبقى شغال اللي هو ال owner بتاع ال property. هي في الحقيقة عايدة على الاتنين. فلو اخترت only me دي معناها ان الوحيدين اللي يقدروا يشوف ال property دي هي ال user صاحب ال property وال administrator اللي في ال company ديت. انا اخترها everyone واخليها ريبليكت. edit settings بتقول لي specify whether users can change the values for this property يقدر يعدل فيها. in their user profile. users with the manage profile permissions can edit any property value for any user. يقدر يعدل لأي user. لو معايا الpermissions اسمه manage profile permissions. طولو allow users to edit values for this property. display settings. يقول هنا شوه in the profile properties section of the user's profile page. yes. allow. في الsection اسمه. profile properties section. شوه on the edit details page. اه افتحها كمان في الشاشة بتاعت ال edit. عشان can be edited. show updates for the property in the news feed ودي compatible مع sharepoint عشرين عشرة لو انا حيب بيبت check it. في ال search settings بقى اول ما اقول ال search على طول هيتربط في بالي على طول ال index. فهنا بايدافلت هو عامل check على indexed. يعني معنا كده بروح اقول له ان ال property دي لازم تcreate عليها index. علشان يسرع tutaj. Bay using such a field. طب ايه معوضوع ال alias بقى. alias are treated as equivalent to user name and account name when searching four items authored by user. يعني اقول لي شابه ال username لما اجي اسرش علي حاجات authored او عليه أو稱ضي ضوكيمينز يعني authored by user معين. يعني انا درουμε بساعات ببسيرش عاليوزر اسمه دوت هو اوثر لبعض وهو كمان موجود في بتاعت دي. بيقول لي بوساطة لو انت كلكيت هنا على دوت اول حاجة هي لازم تبقى بين الكل الناس رقم اتنين هستعامل كأنها يوزر نيم واليوزر نيم دوت كافيلد بيتعامل ان انا مباجئ سيرش عليه بيسيرش عليه في كل الاماكن المرتبطة بيه زي الاوثر كتز زي مباجئ سيرش على حاجة اسمها الاوثر في السيرش طبعا ده هنتكلم عنه بالتفاصيل في موضوع السيرش ايه ده بقى عبارة عن ايه بقول لي هنا طب افرد ان انا عايز دي تجات القيمة بتاعتها من حتة طب حتة دي اللي هي تبقى تطلع ايه هي ايه الحتة اللي ممكن انا بتاعتها او بتاعتها او بتاعتها اه من الاماكن دي ازاي فالي لا انا ممكن اجيب من اي حتة زي مسلا موجود في الشركة في بيانات الموظفين مسلا او من موجودة عندنا في كنا عاملينه علشان او شايلين في بيانات الموظفين من زمان وسايفينه فممكن برضو منه الديتا يبقى انا مش لازم بس من لا انا اقدر من اي داتا بيس تاني فهنا بيقول لي ايه طب لو انت بقى الديتا بتاعتك دي في داتا بيس او في ايه طيب ايه بقى الديتا او بتاعتها عليه ازاي وحطتلي طبعا هنا فاضي عشان احنا مش عاملين لدو طب هكولكت الانفورميشن ديت من اسمه ايه? وهنا برضو بيقول لي الديريكشن لو في الديريكشن بيقول لي امبورت ولا يعني انا هياخد الديتا للس بي او ولا الديتا اللي هتحط سرول برة للاكسترنال سيستم فبختار اللي انا عايزه لكن هنا طبعا مش موجود عشان وهنا موجود لازم عامل لحاجة اسمها البي سي اس ده هنتعرض له واحنا بنتكلم ان شاء الله على البي سي اس بعد كده باجي اقول له اوكي كده خلاص عمل لو نزلت في ديت وبصيت على هلاقي في حاجة اسمها فعلا ده اللي احنا لسه ضايفينها ونوع لو جيت على ديت هلاقي هنا في سهم كده صغير اوي لو اعملت عليه كده كلائب يقول لي ادت ولا دليت فمن هنا اقدر ادليت اليوزر بروبرتي ديت لو انا حابب او ان اقول له ادت اليوزر بروبرتي لما عملت ادت فتح لي نفس السكرين اللي احنا كنا لس صحتنا الحاجات دي كلها ولكن هنا حطلت يبقى هنا في اقدر اختار كمان هنا الديفولت يوزر بروفايل مفيش مشكلة خالص برضو نفس الكلام بالنسبة للبوليسي واللي ديت اقدر اعمل الديت اللي انا عايزه واقول له اوكي لو انا حابب او اقول له لو انا مش هعمل اي احنا كده شوفنا اقدر اقول له كمان من هنا فلو جيت على هلاق كل بتاعتنا بما فيهم اللي اسمها بتاعتنا اهيت فقدر اختارها من السهم برضو الزغير دوت وقول له ادت البوليسي ده معناه انا عايز بتاعت البوليسي ديت فتح لي برضو علشان في في البوليسي هنا هارجع تاني لنفس الكلام اللي احنا قناه كانت او 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 اقدر اشيل اللي انا حابب اتشينج يوزر كان او رايد لو انا حابب انسو ان اقدر اتشينج فيهم ولكن ما اقدرش دلوقتي اتشينج في الديفولت برايبسي ستنج هي كده خلاص سيفد از افري وان هارجع تاني برا هلا هنا في حاجة اسمها مانيج يوزر بروفايل احنا اللي اتكلمنا فيهم شوية كان البروفايل البروفايل لكن دلوقتي انا هتكلم عن مانيج يوزر بروفايلز البروفايلز باب بتاعت كل اليوزرز فقدر اصبح نشتك عليها اكليق عليها فتح لاليست دائك بولي يوزر باولة this page to manage user profiles in this user profile service application from this page you can also manage users personal sites يعني من هنا هتكلم نحنها كانيج كذا حاجة user profiles والpersonal sites بتاعت كل يوزر باولة there is no ريزلز تو دي الاكتف اقدر مسلا على لليوزر دوت قلو فايند فطلع هولي فعلا بالشكل دوت قال لي بشوية منتياس الاميل ادرس اهوت الاكاونت نيم اهوت اقدر اسلكتو لو انا حابب واقدر اعمل لو انا عايز اعمل اول ما نستهم الزغير دوت قادر اقول له اديت ماي بروفايل دليت مانيج برسونال سايت مانيج سايت كولكشن اونرز تعال نقول له كده اديت ماي بروفايل في الماي بروفايل هنا هلاقي البروفايل بتاع اليوزر اللي في كل اللي احنا تكلمنا عليه لو عملنا سيرش او ان احنا نزلنا تحت ثلاثة حاجة اسمها اليوزر اللي احنا دفناها مع بعض دلوقتي نوعها فعلا هي ونوعها او اه فعلا زي ما احنا اخترناها بالزبط وبقت موجودة في البروفايل فعلا بالشكل دوت. بقى البروفيرت ازا اقدر احطها اقدر احط طبعا اقدر احط طبعا اقدر احط كل التفاصيل عادي جدا. اقول له ده اليوزر دوت اقدر كمان ايجي على اليوزر دوت من هنا واقول اختارها كده هلاقي نفس اليوزر هنا وموجود في البروفايل بتاعه. ده حاجة اسمها مايكروسوفت اوفيس سيكس فايف دلف ودلف ده واحد من المشهورة ده اللي في البروفايل بتاع اليوزرز. فانا دلوقتي في البروفايل اهوت اقدر اشوف بقى كل التفاصيل بتاعت البروفايل دوت. اقوله ابديت ديتيلز. ولو قعدت بصيت كده على الديتيلز هلاقي في حاجات كتيرة جدا جدا. منها مسلا فيها حاجة اسمها يوزر لوكيشن ودي اللي احنا لسه كنا ضيفينها دلوقتي. فكده بانت وانا بيادت البروفايل وبانت كمان عندي في مايكروسوفت دلف لاني بدأ يعمل لها لان انا قلت له في بتاعتي انا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة